فالله لا أسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشير أتمم له رباه يا من نرتاجه هدفا عظيما قد تلاء لأك القمار السلام عليكم وبركاته الحمد وكفا وسلام على عبادي الذين اصطفى لا سيما النبي المشتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام أهل بيته العظام المستكملين الشرفة أبعا إخوتي الكرام مازلنا مع كتاب سنن التلمذي وكتاب الزكاة باب ما جاء من لا تحل له الصدقة فعلى عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه وأرضاه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي قاله في الباب عن أبي هريرة وحبشي ابن جنادة وقبيصة ابن مخارق قاله عيسى حديث عبد الله بن عمر حديث حسن وقد روها شعب عن سعد ابن عهيم هذا الحديث بهذا الإسناد ولم يرفعه وقد روها في غير هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل المسألة لغني ولا لذي مرة سوي لا تحل المسألة لغني ولا لذي مرة سوي وحقيقة الأمر هنا يبين الله للفعلاء أنه لا زكاة لمن يستطيع أن يجلب رزقا مكسبا يعني بأن يأخذ بالسبب لأنه لو قلنا بأن له زكاة ما الذي يحدث الذي سيحدث تكاسل الأمة بأسرها وركون من يحب السعى الدعاء وأيضا التسير على نفسه فلا يعمل ويأخذ المال بسهولة ولا يعبأ نعم فلذلك منع الشرع أن يأخذ الغني أن يأخذ صاحب القوة والبدنية والذي يستطيع أن يعمل ويستطيع أن يستجلب رزقا منعه من الزكاة لأنه لأنه مادة مادة الغنى موجودة مادة الكفاية موجودة والغني وأيضا الغني لا يجوز أن يأخذ المال لأننا سنزرع فيه طمعا واستكثارا من أموال الناس فلا يجوز بحال من الأحوال في قوله وفي الباب عن أبي رؤية رضي الله عن أرضه أخرج أبن داود ونسائي وابن ماجا وحبشي بن الجناد أخرج التلمذي وحديث قبيصة ابن المخارق حديث أخرجه الإمام مسلم وحديث عبد الله بن عمر بن العص أخرجه أبن داود والدالمي الحمد لله رضي الله عنكم جميعا عليكم السلام وبركاته عليكم السلام وبركاته أحسن الله عليكم وهنا لا تحل الصدق عن لا تحل المسألة لا يجوز له أن يقبل أن يسأل الناس المال تكسرا ولا أن يسأل المال وهو يستطيع أن يعمل ويتكسب هذه تنمية البطالة في الأمة والمجتمعات معناها هدم الأمة معناها هدم الأمة أما يكون من أعطاه الله بالفعلها القوة والقدرة على التكسب ويركن إلى أن يمد يده واليد السفلة طبعا أصلا ليست عالية فإنه بذلك كما قلت يهدم المجتمعات يعني مادة البناء في المجتمعات تتهدم بالركون وأيضا بالاعتماد على أموال الآخرين وأكل أموال الناس بالبطر فالزكاة لا تحل لغني ولا لصاحب قوة وروا المصنف بالسنده عن حبشي بن جنادة السلولي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حاجة الودع وواقف بعرفة أتاه أعربي فأخذ الطرف الردائي فسأله فأعطاه وذهب فعند ذلك حرمت المسألة فقال عسول الله إن المسألة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي إلا لذي فقر مضغع أو غرم مفضع ومن سأل الناس ليسري به ماله كان خموشا في وجهه يوم القيامة ورطفا يأكله من جهنم ومن شاء فليقل ومن شاء فليكثر طبعا هذا تهديد تهديد شديد ووعيد أكيد لمن يتخطى ويتجاوز ويتعدى على أموال الناس تكثرا فهذه مسألة عظيمة جدا خطب بها النبي صلى الله عليه وسلم الحديث فيه ضعف أحسن الله لك أشوف أرجو أن تكون بصحة جيدة أشوف الحديث هنا إسناده فيه مجالد من سعيد ومجالد من سعيد ضعيف ولكن له كثير من الطرق التي تقوي لذلك خطب النبي صلى الله عليه وسلم فيه عموم الناس ليعلموا المسألة العظيمة وهي أن المسألة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوية أسأل الله أن يشفيها أسأل الله أن يشفيها أسأل الله أن يصب عليها الخير وصبا صبها كفى أنها بارة بوالديها الله يحفظها من كل سوء يا رب أقريها السلام رضي الله عنك وعنها في قوله إن المسألة وهذه معناها أنه لا يجوز له أن يسأل الصدقة لا لا يعني المقصود لا أسمى الزكاة لكن لا يجوز له أن يسأل الصدقة لا لزكاة ولا لغيرها قال إن المسألة لا تحل وهذه معناها الحرمة ومعنى ذلك أنه هجوم على حرام على بصيرة لا تحل المسألة لغني إن المسألة لا تحل لغني عنده ما يكفيه ويزيد فضلة بل هو الذي لابد أن يعطي وهذه ترب الأنانية في نفس المسلم والطمع والجشع وطبعاً طرحاً قوياً لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب ما يحبه لنفسه قال ولا لدي مرة سوية ولا لدي مرة سوية عن رجل أعطاه الله القوة يستطيع أن يكتسب بقواته وببادنه بالعمل اليسير مالاً وفيراً فالركون هنا كما قلنا بطالة تهدم المجتمعات لا بنى ولا تقدم ولا غير ذلك فلذلك لابد للمرء أن يضع نصف عينيه أن الشريعة تنظر إلى العموم كما نظرتها للخصوص لكنها تنظر إلى العموم وكما قلت عندما يعطى الغني سيهمى للفقير وعندما يعطى صاحب القوة الذي يكتسب سيتعلم البطالة ويركن إلى أن يمد هذا ولا يكون نقطة فعالة في المجتمع طال إلا إلا هذا استثناءه الآن من الحكم إلا لفقر إلا لفقر مضغع يعني هنا لابد أن تعلم أن الوصف من النبي صلى الله عليه وسلم هو الفقر الشديد الذي جعله يلسق بطنه نعم بالأرض وكيف لا ينتبه إليه الناس فهذا حلت له المسألة ولا يأتي يوم القيامة مستحيا ولا ترفع له راية الغدرة فلان لا إلا لذي فقر مضغع وهذا ما كان إلا يعني ما يعرف إلا لطلبة العلم طلبة العلم حقا الذين ألسقوا بطونهم بالأرض يعني لإسكاة صرخات البطن من الجوع من أجل أنه يعني يدور على المجالس ويدور على على محافل العلم وأهل العلم يستمع لهم ويتعلم منهم نعم قال أو غرم مفضع يعني يعني غارمة من أجل أن يصلح بين بين القبائل أو غارمة من أجل من أجل أن يسد فاقه أو خلى عند عند كثير من الناس فاستدانة لنفسي ولأولادي واستدانة أيضا لما لازمهم من الغرامة للإحسان إلى الناس بقطع مادة النزاع والمصالحة بينهم وهذا كثير جدا لو ترى أو كنت تعلم هناك مخاصمات تصل إلى القتال وهناك مخاصمات قد تصل إلى 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 أفضع مما تصوره الإنسان وتكون الحلول أن يدخل الرجل العظيم صاحب المكانة الرقية عند الناس ويهدئ الوضع ويصلح بين المتخاصمين بما يغرمه من أجل من أجل الإصلاح فهذا أولى الناس بالزكاة وإلا ستقطع العرب بأسرها ويقطع أهل الإسلام بأسرهم الإحسان والسير إلى إلى الإصلاح بين بين الناس هذه مادة مادة كبيرة معلومة في هذا الباب وهذه المادة يعني لابد الإنسان أن يضع نصف عينه ليعلم أن الله جل في علاه لا يمنع الخير عن أهل الخير ولا لأهل البر وهذا تطبيق القول تعالى هذا الجزاء الإحسان إلا الإحسان فلذلك حلت له المسألة لذلك حلت له المسألة أما غير هؤلاء من سأل الناس تكثرا يستكثر من أموالهم يأتي يوم القيامة ويعقد له لواء الغدر هذه غدرة فلان فيأتي يوم القيامة في وجهه خموشا عبوسة عظيمة كأنها تعرف للجميع وأن ما في الواجه علامة على قيمة الإنسان ورطفا يأكله من جهنم والرطف والحجر المحمي كما قال المسألة يقف على رطف من من النار يغلي به دماغه الرطف الحجر المحمي يأكله فانظر بقى كيف يكون في الفم ويكون في البطن من ذلك نعوذ بالله من النظر إلى الناس معيش أنا آسف جدا لحظة من قطر هذا الإتصال السلام عليكم أنا أعتذر لكم ما أدري أكيد عندنا إخوة أفاضل من الشام ما أدري هل أردن تستوي معنا في مصر في الساعات ولا تفرق ساعة يعني هي متقدمة ساعة ولا نفس التوقيت همتي نعم نفس التوقيت خلاص يعني أنس أعلم مني بهذا جزاكم الله خير جيد أحسن الله عليكم سامحوني على أن قطعتنا من قطر من أجل مسألة مكالمة الشيخ فضي الشيخ بسحاق إن شاء الله إن شاء الله نتشرف أن يعني جبال جبال أهل التحقيق هم الذين يتكلمون في هذه الوليمة بإذن الله تعالى طيب في قوله صلى الله عليه وسلم بأن من سأل الناس مستكثرا ليثري به ماله كان خموشا في وجهه وقلنا علامة علامة غدر غدرة فلان ورطفا يأكله من جهنم يعني يعني إحراق في الظاهر وفي الباطن ومن شاء فليقل ومن شاء فليكثر يعني هذا تهديد ظاهر أمامكم الذي يأكل أموال الناس في الباطن الذي يأخذ أموال الناس تكثرا كيف عقابه في الدنيا قبل الأخيرة منزوع البركة من هذا المال ويذهب سريعا وأيضا يأتي يوم القيامة فيه ما فيه من النقص والعيب وفيه ما فيه من التقريع والتوبيخ ثم بعد ذلك العذاب لذلك هدد النبي قال فليقل فمن شاء فليقل ومن شاء فليكثر وهذا حديث قلنا قال التلميذية هذا حديث غريب من هذا الوجه طبعا إذا قال التلميذية غريب يعني بيضعفه فهذا ضعيف وكما قلنا هو فيه مجالد مجالد ضعيف الحمد الحمد لله على خير بإذن الله الحمد لله باب ما جاء في من تحل له الصدق من الغارمين وغيرهم قال قال المصنف رضي الله رضي الله رضي الله قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك قال وفي الباب عن عائشة عن عائشة وجويرية وأنس قال أبو عيسى هذا حديث حديث أبي سعد هذا حديث حسن صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم أصيب الرجل وهذا هو الشاهد يبقى هنا المسألة داخلة في الغرم المفضع أصيب الرجل جاءت جائحة فذهبت بماري وهذا كما تعلمون يكون ظاهرا بين الناس جميعا أصيب الرجل نعم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكثر دينه فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أصبته جائحة لأنه الثمار أصبتها جائحة فخسر ما اشترى به فقال النبي تصدقوا عليه وهذا هو الشاهد المعنى يحل الصدق له وهذا موافق لقولي أو غرم مفضع فقال تصدقوا عليه فتصدق الناس فلم يبلغ وفاهم فقال أخذوا ما ولدت ما ليس لكم إلا ذلك العجيب كنت أفصل بين المتخاصمين ف كان طبعا أخ شامي أردني وكان دائما دائما الحضور عن الشيخ الألباني وغيري رضي الله عنه أنا أحبه في الله جدا هو الآن في المدينة رجل من من الفضلاء صراحة كان يأتيني يبكي يقول لي المسبة عندهم تصل يعني استغفوا الله تعالوا إلى السماء فقلت ارتجت ارتجت الشام الأخرى بسبب مثل هذا فإن لم يعتدل الأمر وفيكم من العلماء من فيكم تكون المسألة أعوص مما يتصوره الإنسان فكان يبكي يعني أنا أذكر ذلك لدينه واخلاقياتي بل لدينه الرجل هذا ممكن أقول لكم أنا جالس معه في في أمر هو يعني أخذ مهندس مصري أخذ منه ما يساوي مليون درهم يعني مليون درهم هنا عندنا خمسة ملايين الآن يعني مسألة أعوص مما تكون وكان يعني ما عنده إلا أن يتحكم للشرح حتى نو يعني خرج من البلد العلة وهو في المدينة وكان لا يزيد على الرجل أن يقول اجلسوا الشرح يحكم رضي الله عنه وأحسن الله عليه كم يؤثر في عمق القلب من تره يخضع للشر وإن وإن جار الآخرون عليه وهذه أموال طائلة ذهبت عنه لكن أنا يقينا وهو يعلم يقينا كنت أقول له يعني الخلف لابد أن تستيقن منه قال أعلم وهو أصالة كان يأخذ الدروس يحفظها ويدرسها للناس أنا أسأل الله أن أرفع عنك ما أهمك أستاذ فريال الله أرفع عنك ما أهمك الله مأمين ف العجيب أن الذي كنت أحكم فيهم قال لي هذا الحديث قال قد قال النبي يخذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك هذا ما عندي وأشهر إفلاس الشركة بأسرها قدت له أنت تحسب أن إفلاس الشركة يسقط الحق الذي عليك قال هذا قول النبي أنت تدعون السنة ولا تتمسكون بها شوف الفهم المنقالب المغلوط ماذا يحدث قال أما قال النبي يخذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك قلت له أنت غباءك لامع ونجم ساطع طبعا أصلا الحمد لله هم أكبر مني سنة لكن يحتملون يعني قلت له هذا غباء غباء يوزع مجانا النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك الآن الحين وليس لكم المطالبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مطلو الغني ظلم يحل عرضه عقوبته مفهوم المخلفة مطلو غير الغني مطلو الفقير ليس بظلم فهو الآن سيمطلكم لأنه لا يملك شيئا وليس لكم إلا إلا ما وجدتم حتى يوسع الله عليه ويسر حقوقكم لا لا تسقط فقلت له حقوق الناس لا تسقط عندما تعمل ويكون في فضل عندك من المال واجب عليك أن تسد بها فلذلك قول النبي خذوا ما وجدتم ما ليس لكم لذلك يعني خذوا الآن ما وجدتم عنده وإن ماط لكم فليس بظالم ولا يحل لكم ولا يحل لكم لا العقوبة ولا ولا الحبس ولا الكلام في العرض قد قال الله تعالى عن الفقراء وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ما يسر فواجب عليهم الإمهال واجب عليكم واجب عليهم أن ينذروه الإنذار إلى اليسار هذا الأصل في هذا الباب وفيها مسألة أخرى وهي مسألة بيع الثمار بعد بدو الصلاح ولكن لم لم يستلمها المشتري كانت التخلية هل تكون من ضمان البائع من المشتري قال الشفعي في أصحي القوليني وأبو حنيفة والليس أنها من ضمان المشتري ولا يجب وضع الجائحة والصحيحة الراجح خلافاً لقول الإمام الشفعي في الجديد وهو قوله القديم هو الأصح والأسد بوضع الجائحة فهي من ضمان البائع وأسعد الناس بذلك الحنبلة لأن النبي أمر بوضع الجائحة أمر بوضع الجائحة وإن قالوا خالف الأصول قلنا هو أصل بذاته بعدما ترك لو ثمر بالتخلية ولم يأخذها ولم يأتي دعوان الجذاذ الأصيل فهي من ضمان البائع لكن مثل ذلك يتصدق عليه ويحل له الصدقة وفي الباب عن عائشة وجوارية وأنس حديث عائشة حديث عائشة في السنن حديث أنس بن مالك أخرجه أحمد في المسند وابو داود في سنن أبي داود إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة الذي فقر مضغع والذي غرم في مفضع والذي دم موجع وأنا كأحديث كثيرة جدا سردها صاحب نصر الراية الزلعي في هذا الباب وكما قلنا أعظم ما فيه فهما هو أنه لو كان غنيا ثريا وأصبته جائحة فإنه تحل له الصدقة والأمر الثاني وهو الأهم هو إنذار المعصر من الوجوب بمكان وقولنا بيخذوا ما وجدتم يعني في هذا الحين وعليكم وجوبا الإمهال والإنذار قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ما يصر الفواد المستمبطة شريعتنا شريعة التكافل من وقعت عليه مصيبة فالمواساة أصل من ديننا وهذه الشريعة الغراء الفائدة الثانية تحارب البطالة وحرمت أكل أمان الناس بالباطل لذلك لا تحل الصدقاء لقوي ذي مرة قوية من عظيم التشريع وجوب الإنذار للمعصر وَلِشَيْخِنَا هِمَّةُ عَلَتْ أَنْعَلَةِ اشتركوا في القناة